يا حاجة عامر يا حسين طبعا انت ممسوط جدا وانت بتأجل في مباراة الدوري المصري الزمالك بيوقع قلب جماهيره لكنه بيتأهل فيه النهاية لنصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية تأهل صعب بعد تعادل في مباراة العودة امام فيوتشر مودرني فيوتشر الفريق المصري واحد واحد مباراة الزياب طبعا كانت انتهت اتنين واحد لصالح نادي الزمالك والمباراة دي كانت بتعتبر خارج ارض نادي الزمالك مباراة العودة اللي في ارض نادي الزمالك واحد واحد طبعا تقدم فيوتشر بهدف غريب عن طريق جونسان الظاهير الايصر وتعادل احمد حمدي نجم نادي الزمالك النهاردة افضل لعيبة نادي الزمالك بهدف رائع في الشوت التاني خلونا كده نعتمد بعض النقاط بعد هذه المباراة اول حاجة محمد عواد اعتقد ان اخطاقه زادت جدا مع نادي الزمالك في الفترة الاخيرة مش عارف عواد ماله بصراحة يعني الهدف في مباراة الزهاب كنت اتكلمت عليه وقلت ان هو كان ممكن يقفل الزوية بتاعته هدف النهاردة ما يدخلش في حارس ناشئ يعني الجوان دي بنشوفها في مباراة الناشئين حارس ما مش عارف يطلع ياخد ركنية مش من المفترض ان هي تحصل من حارس دولي كبير محمد عواد معدي 30 سنة خلاص يا عواد احنا عدينا المرحلة بتاعت ان انت حرس صغير في السن وعلى الجمهير ان هي تتحمل اخطائك هدف مش ممكن يدخل في حارس ورما خصوصا ان الكرة العرضية اللي عملها جونسون من الدار باروكنية جاية في مكان عواد يعني ما تقدرش تقول مثلا ان عواد الكرة بعيدة عنه حاول ياخدها لفت في الهوى عملت اي حاجة او مثلا عدت من عواد وحطت تحطاها براسه لا الكرة جاية في مكان عواد ورغم كده عواد عمل التراي عليها متأخر جدا وتراي بشكل سيء وسكنت الكرة المرمى تاني نقطة احمد حمدي اللي صنع الالعاب المميز جدا المنطقة المين مونتريالي كندي لعب مميز جدا لانه بيعمل الغير متوقع لما الكرة بتجيله كل اللي عيبة نادي الزمالك النهاردة باستثناء هو يمكن واحمد فتوح الزهري الايصر متوقع ان انت ممكن هم هيعملوا ايه لما الكرة بتجيلهم لكن احمد حمدي دايما عنده الخيارات اللي بتعمل رابكة لي المنافسين قبل الجون اللي كان جابه جمان الجون الرائع الجميل كان عامل العديد من الهجمات الخطيرة اللي صالح نادي الزمالك مراوغات مكدية جدا بيهاجم المساحات بشكل كويس جدا وده بيتيح المساحات للاعيبة نادي الزمالك الاطراف ان هم يتقدموا لأنهم عارفين أن في صنع ألعاب ماهر بيعرف أنه هو يستلم الكرة بشكل كويس وبعرف أنه هو يتحرك بها بشكل كويس وبعرف أنه هو يوزع بشكل كويس أعتقد أنها أفضل مباريات أحمد حمدي مع نادي الزمالك منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية وأعتقد أنه هو كمان حيكمل مشواره في التشكيل الأساسي في نادي الزمالك على الرغم من عودة عبدالله السعيد وناصر ماهر في المباريات القادمة المحلية لأنه زي ما احنا عارفين الثناء الله يحق الله ولمشاركة مع نادي الزمالك في البطولات الأفريقية ثالث نقطة أحمد مصطفى زيزو طبعا كان واضح جدا عليه التأثر النهاردة بالوفاء المفاجأة البقاء لله طبعا في المعد البدني اللي في فرق التاج الزمالك أعتقد أن أحمد زيزو ما كانش مفروض يبدأ المباراة النهاردة أو على أقل تقدير ما كانش مفروض أنه هو يقعد كل الفترة دي داخل أرض الملعب البقاء لله يزيزو وبقاء لله لجميع جماهير نادي الزمالك يا رب ان شاء الله يرحمه يحسن ايه في الشهر الفضيل ده طبعا التأهل بتاع نادي الزمالك ده هيترتب عليه تأجيل مباراتين لنادي الزمالك في بطولة الدور المصري مفيش حد أحسن من حد يا حاجة عامر يا حسين طبعا انت ممسوط جدا وانت بتأجل في مباراة الدور المصري طبعا حد ممكن يقول لي هو مش زنبو طبعا مش زنبو لكن كان زنبو فيه مطشاط تانية لكل الفرق في الدوري الدوري مش معقول لغاية دلوقتي احنا معديين تمن أسابيع لان ما ينفعش نقول ان احنا هنخلص الدور والنادي الاهلي لسه لعب تمن ولا سبعة ولا تسعة مطشاط ده مش دوري والله اعلم هيخلص ولا لأ في النهاية طبعا الزمالك هيضرب موعد مع فريق دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على فكرة افضل لعيب دريمز الغاني جون أنتوي فاكرينه اللي تقلق قبل كده مع الاسماعيلي واخد هدف الدوري ولعب في الاهلي ولعب في المقصة ولعب في البيرامدز ولعب في العديد من الاندية المصرية اخر نادي لعب له في مصر كان طلع الجيش على سبيل الاعارة ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يوصل له المبارات النهائية ويفوز لقب البطولة في النهاية نجب النادي الاهلي حسين الشحات اجرى العملية بحمد الله في واجهه الحمد لله العملية نجحت هيعد تحت الملاحظة تمانية واربعين ساعة بعد كده هيغيب عن التدريبات لمدة خمس ايام وبعد كده نشوف هيقدر يعود امتى في التدريبات طبعا هيرجع حسين الشحات هو لابس قناع علشان الخبطة اللي تعرض لها القوية في مباراة الاهلي الاخيرة امام سنبا التنزاني الف سلامة يا حسين وان شاء الله ترجع احسن من الاول النادي الاسماعيلي النهاردة في اطار استعدادات ولي عودة الدوري المصري عودة مبارات الدرويش عنده مباراة مؤجلة مع فرقة بعد كده عنده مباراة امام زبد في الدورة المصري في افتاحية الدور التاني والمباراتين في اسماعيلي عمل مباراة والدية النهاردة امام فريق بور فؤاد وفاز الفريق بيئة البودلاء واحد صفر بهدف سجله النجم خالد النبريسي النجم الفلسطين طبعا اللي عاد للدرويش في الفترة الماضية علشان الازمة بتاعته اللي كان له فلوس عند النادي الاسماعيلي والمشكلة اللي كنا عارفينها اتحلق بحمد الله وبشارك النبريسي في تدريبات الدرويش وان شاء الله مع الكابتن ايهاب جلال حيدي له الفرصة في المباراة الجاية على اقل تقدير ممكن ياخد عشر دقايق ربع ساعة يقعد في الاحتياطي هنشوف كابتن خلال مدى القناعة بتاعته معاه هتكون عاملة زي لان احنا عارفين مهم جدا ان كابتن ايهاب جلال على الاقل يكون مقتنع بامكانيات اللعب وعنده الفكر ان هو لو اداله اكتر هيطلع افضل لكن لو ما كانش مقتنع به ربنا اسطور يبقى مش هنشوف خالد النبريسي في تشكيلة الدرويش الفترة الجاية هو لعب مميز وان شاء الله يقدر كابتن ايهاب جلال يستفاد منه في ما هو قادم من مباراة ارقام جديدة بحققها الفرعود المصري الايقونة الاستورة محمد صلاح نجم الدوري الجليزي ونجم ليفر بول في مباراة فريقه اليوم امام منشستر يونيتد اللي انتهب بيتعادل ايجابي للأسف الشديد اتنين اتنين محمد صلاح اصبح اول لاعب يسجل في اربع مباريات متتالية خارج ارضه امام منشستر يونيتد في الدوري الانجليزي اكثر لاعب منافس يسجل في ملعب اولد ترافورد في تاريخ الدوري الانجليزي ست اهداف متجاوزا اهداف ستيفن جيرارد اسطورة ليفر بول وايكونتو السابقة بات صلاح الان اكثر لاعب يسجل اكبر عدد من الاهداف ضد منشستر يونيتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدف متجاوز ألان شيرر اللي كان سجل 10 أهداف ألان شيرر طبعا نجب بلاك بيرن ونيوكاسل يونيتد الأسبق الهدف التاريخي للدوري الإنجليزي وصل لي 23 هدف و13 تمرير حسيمة هذا الموسم موسم 2023-2024 في جميع المسابقات وصل للهدف رقم 209 كلاعب مع ليفر بول سجل 14 هدف في 15 مباراة ضد مانشستل يونيتد بجميع المسابقات أرقام كبيرة جدا دي نجمنا المصري الدولي الكبير كان زعلان جدا بعد المطش وقال مش ممكن الفرص اللي ضيعناها النهاردة فرص كتيرة جدا وكان متأكد أن أرسنل لو واجه مانشستل يونيتد ومانشستل يونيتد ظهر بنفس الأداء اللي ظهر به النهاردة أرسنل مش هيجد أي صعوبة أنه هو يفوز بنسبة 100% الراجل بيقول يعني أن احنا ضيعنا تلات نقاط كانت فيه المتناول لكن في النهاية بيقول أن احنا طلعنا بنقطة رديم بيها هو ربنا يسطر فيه ما هو قادم طبعا الوضع صعب جدا في الدورة الإنجليزية المطشاط بقى تقولها إيلا قوي والنقطة قلنا بتفرق بشكل كبير جدا في مصير الفريق في الفوز بي بريميال ليج هذا الموسم الدور المختلف تماما صراع ثلاثي أرسنل ليفر بول مانشستر سيتي مين اللي هيقدر يحسب اللقب في النهاية يا رئيس تقول لي فيه الكومنت لو أول مرة تشوفني مش حاوصيك اشترك في القناة على الجرس اعمل لايك للفيديو كنتابع كل الأخبار وأحداث القرى لحظة بلحظة قرى محلية قرى عربية قرى علامية كثف الدعالي علينا في فلسطين بالنصر يا رب أشوفكم على خير شكرا لديكم السلام عليكم اشترك في القناة